سلام الله عليكم أهلاً لكم في قناتنا قم بالاشتراك على القناة بالنقر على زر اشترك وتفعيل خاصية الجرس حتى يصلك كل إشعارات جديدين في القناة هل تريد في مواضيعك أن تتأرشف بسرعة؟ في محركة البحث طبعاً تعبين معنا هذا الشرح لكي تعرف الطريقة الصحيحة لأرشفة كل تدويناتك في محرك بحث بوجل ومحركة البحث اليوم سوف نقدم لكم مشرح كيفية إدراج موقعك في موقع مشرفي الموقع ندخل إلى الحساب الخاص بنا سوف نختار هذا الحساب لأنشأناه حديثاً خصيصاً لهذا الشرح حتى تتأرشف ونضع خريطة لموقعنا وتتأرشف كل مواضيعنا ومدونتنا أولى بأولى وتأتينا عدة فعلومات للأرشفة سوف نقوم بإدخال موقعنا في أدوات مشرفي المواقع طيب ندخل إلى رابط الموقع ثم نختار المدونة التي قمنا بإنشائها خصيصاً لهذا الشرح سميناها مدونة روابط مثلاً هذه هي مدونة فيها حوالي 17 مشاركة سوف نبحث على أدوات مشرفي المواقع ندخل إلى جوجل فنكتب أدوات مشرفي المواقع أو سوف أضع لكم رابط الموقع أسفل هذا الفيديو سوف تجدوا له أسفل هذا الفيديو رابط أدوات مشرفي المواقع ننقر على أدوات مشرفي المواقع طيب هذه المدونة المؤرشخة سابقاً سوف نقوم بإضافة مدونة الأدفلاين بالطريقة سهلة وبسيطة لما تدخل إلى الموقع تجد في الأعلى لاحظ هذا نقوم بإنشاء هنا ثم نضيف رابط المدونة موقع المدونة ثم ننقر على متابع يمكن فإضافة مستخدم من أجزالتهم طيب سوف يظهر الموقع مثل ما هو ظاهر حالياً نقوم بإثبات ملكية الموقع نذهب إلى إثبات الملكية ثم نختار إثبات ملكية استخدام بطريقة أخرى مثلاً نتطهر لنا هذه الصفحة ننقر على علامات HTML نأخذ كود المتطارق هذا كود المتطارق نعمل له كوبي أو نسخ ثم نذهب إلى مدونتنا من قالب ننقر على تحرير HTML تظهر لنا كود تالي نبحث عن الوسم الهيد وأسفل الهيد نضع ذلك كود كود المتطاق ثم نعمل حفظ هذا هو كود المتطاق الخاص بموقع مشرفي المنتدى ننقر على حفظ ثم نأتي إلى أسفل موقع مشرفي المنتدى وننقر متابعة تأكيد ننقر على تأكيد تهانينا لقد أثبت ملكية الموقع تم إثبات ملكية الموقع بنجاح ننقر على متابعة تظهر لنا هذه الصفحة كما تشاهدون حاليا أنهما كون روابط ننقر إلى الموقع تظهر لنا بعد يوم أو يومين معلونات خاصة بالزحف هنا أولا الحالي وهنا لاحظوا ملفة سيطانب سوف نقوم بإنشاء ملفة سيطانب ملفة سيطانب هي خارجة الموقع كيف نقوم بإنشاء خارجة للموقع سوف نقوم بإنشاء وذلك عن طريق الروبوتيكستي الموجود في مدونة البلوجر نذهب إلى هذا الموقع سوف نقوم بإنشاء سوف أضع لكم الرابط أسفل هذا الفيديو ندخل إلى الموقع نضح هنا رابط عنوان رابط مدونتنا نذهب إلى المدونة لما يعرف كيف يتحصون ننقر على مدونة سوف تتحصل على رابط المدونة هذا هو رابط مدونة نعمل له كوبي ثم نرجع إلى الموقع نعمل بيست ننقر على جنيرات سيطانب لإنشاء ملف السيطانب السيطانب هذا هو ملف السيطانب نقوم بنسخه وضعه في ملف الروبوتيكستي نذهب إلى المدونة نقوم بنسخه ونذهب إلى المدونة أعدادات ثم أخرى نختار تصنيف أخرى أو تصنيف الباحث نختار ملف الروبوتيكستي هذا ملف الروبوتيكستي الذي قمنا بإنشائه سابقا نقوم بحثه ولسق ملف الروبوتيكستي الجديد لتحصن عليه من ذلك الموقع ثم نعمل حفظ تغييرات نعود إلى الموقع ننسخ هذا الأطوم يعني هذا الجزء فقط الأطوم نعمل له قبي لملف السيطانب ثم نذهب إلى أدوات مشري في المواقع ننقل إضافة خريطة ننقل هنا كولي ثم تقديم ملف السيطانب تنزيل تم إرسال ملف هنا فإلى هنا لا يتم أرشفتها في ساعة أو يوم ربما يوم أو يومين أو ثلث أيام فمتلاحظ بداية الأرشفة قمت بهذه العملية سابقا في مدونة نتك إلى المشاركات لدي 17 مشاركة أي 17 موضوع أملك سبعة عشر موضوع خمسة وستين ألف مشاهدة بسبعة عشر موضوع فقط هذه هي الشكل المدونة على كلها لاحظوا هذه المواضيع كلها مواضيع أو تدوينات قمت بوضعها سوف تتأرشف كلها كلها سوف تتأرشف لاحظوا هنا وجود 17 هنا سوجود 17 متدوين أيضا بعد تدوينات المواقع أي تم أرشفة كل التدوينات 100% إن كان هناك خطأ في الزحف سوف تظهر لك الرسائل له صفحة الويب 17 من صفحة كلها تم أرشفتها جميعها كما قلنا 17 المشاركة هنا ولما ندق إذا وتمشي في المواقع نجد 17 المشاركة أيضا تم أرشفتها أي تم الاتصال ب 17 صفحة أو تدوينا في مدونتنا إذا هنا نأتي لنهاية هذا الشرح لا تنسوا بالنقر سبسكريب لطنات حتى يصلكم كل جديد القناة إن لمن رؤوا جميع الرغوبي سوف تجدونها أسفل هذا الفيديو أي استفسار لا تبخلوا علينا بوضع أسئلتكم أسفل هذا الفيديو إن أجبك الفيديو فتنسى بالنقع على لايك تبعين من دنا تنتم فلات الله وحبه وسلامة تنتم فهو رقم وحبه ووحبه ومطننا شكرا